ماذا قدمت؟ أنا هقول من يوم 7 أكتوبر حتى الآن احنا على سبيل المثال احنا انتاجنا على الأقل يمكن مش أقل من 34 حتى أمس انتاج متعلق بالتقارير والتحليلات والندقات المختلفة اين تذهب؟ طبعا احنا بنتكلم على النهاردة احنا بالأساس مخطبطنا للمجتمع الدولي ككل لكن المجتمع الدولي زي ما انت شايفه حطيتك مقسم بشكل كبير والنظام الدولي اصلا فيه اختلال موجود بعد الحرابة المائلة الثانية لأمم المتحدة وهو مجلس الامن للكلام على خمس أعضاء دائمين لديهم حق فيه وهذا اختلال مريع خاصة ان يكون هذا المجلس انا على الحقيقة عايزة اركز على الان يعني لما حضرتك تبقى معايا كرئيس هذه المنظمة قطعا فيه تساؤلات من الجمهور العام ماذا قدمتم وماذا يعني ايه اللي فديكوا تعملوه لوضع حد لهذا الانتهاك الاسرائيلي قبل لغسياتك احنا المستوى الاول من الموضوع ده هو التصدي العاجل بشكل سريع جدا للأحداث الجارية ايه دانة هذه الانتهاكات اللي احنا كنا عارفينها وعارفين نمطها ثم ايضا كمان احنا عندنا شيء اخر متعلق بفكرة ايه نوع الاجراءات المفروض اتخاذها وده بالفعل في الحقيقة اعتقد احنا اسهمنا في تكوين رؤية عربية حتى على المستوى الرسمي في نوع الاجراءات والتحركات التي تبقى موجودة على المستوى الدولي وفي نوع الخطاب وفي ملامح الخطاب وفي استخدام القرون الدولي بما يفي كويس في هذا الموضوع وده شوف نفطة صريحة كسير جدا خاصة مصر والأردن على وجه التحديد استخدموا هذا الخطاب بشكل موسع جدا 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 الشيء الجديد هو ان احنا نقلنا الاول مرة من وقوع جراءة محاربة الانسانية في منطقة زي قطاع غزة تحديدا رغم ان كل أرد الفلسطينية بتعرض لهذا إلى انه الاول مرة قلنا واحنا كنا بنقول صعب إثبات ان جريمة الإبادة الجماعية أصبحت متحققة ودللنا على ازاي أصبحت متحققة لأنه لما تقطع المية والكهرباء والغزاء والدواء والوقود عن منطقة اللي هي كتت اوبن اير بريزون يعني سجن مفتوح لمدة 17 سنة يعني كويس و23 مليون فلسطيني وتوجه لهم مثل هذا النوع يعني حتى الأربعة بنتكلم على 8 نوفمبر بنتكلم على 30 ألف طن متفجرات يعني تقريبا 2.5 بلا زررية يعني تلك جرائم حرب واضحة اه طبعا لكن كمان جريمة إبادة جماعية في هذه الحالة وجريمة الإبادة الجماعية هي مسألة مهمة جدا أن نكون قادرين على توجيه تهمة فيها بس كمان قادرين على إثباتها كويس فاحنا منهاج من منطقة الأقصر الزحامة السكنية في العالم ب2.5 بلا نووية كويس في مساحة 360 كم مربع فإحنا بنتكلم لا أرجمة إبادة محققها مع قطع صبر الحقيقة عنهم وده في الحقيقة اللي عامل عامل النهاردة فكرة الأرجم على مستوى الدولي اللي خلى فيه خلاف اللي خلى التسردية الغربية اللي كانت بتسردمها إسرائيل النهاردة تغيرت إلى حد كبير هي لسه ما اكتملش تغير يعني تغير بشكل كبير ودرجة كبرى وأصبح الميزان يميل أكثر لصالح الفلسطينيين مش يميل لصالح إسرائيلين زي ما كان تماما يعني أجهزة الإعلام لا تتوقف عن نقل هذه الصورة التي بها طبعا جرائم يومية ولحظية ضد الإنسانية يعني العالم يعني محتاج لإيه عشان نسبت أكتر من لا يا فنان بقاش محتاجين لفكرة أن هناك أشياء أصبحت مثبتة إحنا يوم التلاتة الماضية في جزارة مفوض الأمم المتحدة الثانية حقوق الإنسان للقاهرة طلب لقاء معنا وبعض الزملاء حضروا أنا دعيتهم لهذا اللقاء وأعدنا معنا وإحنا يعني كان فيه حجم حالة شديدة جدا بالاستياء تجاه معوقف ضعيفة وكان من أهم الأشياء اللي إحنا كلمنا فيها أنه ما ينفعش أعلى مسؤول الأمم يمقتص بمناف حقوق الإنسان هو الرئة اللي إحنا بتنفس بيها وصوت الضحايا يكون صوته أضعف من صوت أمين عامل الأمم المتحدة فدي دو نقطة وإحنا شفنا بعد كده الاربع والخميس والجمع إزاي أن الخطاب بتاعه تطور بشكل واضح ووضحنا له أن فيه جرائم قد يكون عليها كده أما فيه جرائم تحت مرأة ومسمع جرت وجرائم اللي تحت مرأة ومسمع جرت ديت وفيه اعتراف حتى من إسرائيلين بيها ما ينفعش أنه نقول قد طرق إلى جرائم حرب لا هي خلاص بقت جرائم حرب مثبتة وهذا يجب أن يكون اتهام واضح بيصدر من المفوض السامح والمسان وطلبناها بسرعة دعم لجنة التحقيق الدولية مشكلة من مجلس حول الإنسان في 2021 عشان تقدر تكمل التحقيقات بتاعتها وتقدم تقريرها الوافية والمثبت هي قدمت إفادة مهمة جدا في مجلس الأمن عشية الانقسام الواسع وكان ده سبب العصرية الشديدة اللي احنا شفنا بها الجلسة العلانية لأنهما كانوا قبل الجلسة العلانية مع عضاء مجلس الأمن يقدموا هذه الإفادة اللي جانب التقرير الخاص بشرينا أبو عقلة اللي بيأكد إنها قتلت عمداً على يد الإحساس الإسرائيل اللي صدروا بعد كده علنا لكن هما دول كانوا موجودين في هذه المرحلة وكمان طلبناه بإنه يكون في تعاون مباشر مع مدعم محكمة جنة الدولية من أجل تحريك المسائل لأنه النهاردة المدعم محكمة جنة الدولية مدركين إنه قد يتعرض لضغط سياسي كبير وهو أصلاً وقعت لضغط سياسي كبير عشان ما يتحركش في موافل فرسطيني لكن لما يكون مفاوض الأمم المتحدة الإسلامية لحقوق الإنسان بيتحرك معه بشكل واضح ويحيل إليه ما لديه من نتائج عمل مباشرة وما لديه من نتائج عمل لجنة التحققات الدولية اللي شكرت في 121 و 121 ده هيكون بيدعم هذا الموضوع إلى جانب الجهد اللي احنا بنعمله اشتركوا في القناة